السائل من الرياض يقول أرجو من فضيلتكم إضاحة هذين الحديثين الأول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارهم دعا ميص أهل الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا يفارقه حتى يدخل الجنة والثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنه يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة فيقولون يا ربي يا رب فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيأتون فيقول الله سبحانه ادخلوا الجنة أنتم وأباؤكم وهل يقصدوا الأطفال الصغار الذين عاشوا مدة معينة أو الذين ماتوا في بطون أمهاتهم أو سقطوا أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا نعم هذا فيه إثبات شفاعة الأفراد الذين يموتون صغارا من أولاد المسلمين وأنهم يشفعون لآبائهم يوم القيامة وهذا شيء ثابت وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الآبى إذا صبروا واحتسبوا في فقد أولادهم